اهلا بكم في حلقة جيدة من ارطلاب انا احمد عبودة وفيلم النهاردة كام اند سي. فيلم كام اند سي هو فيلم سوفيتي بلاروسي من انتاج سنة الف وتسعمية خمسة وتمانين وهو فيلم تشويق ودراما وحرب. الفيلم بيحكي قصة شاب صغير في العمر بيلاقي سلاح وبيسعى انه ينضم للمقاومة السوفيتية ضد الاحتلال النازي وجريمه البشع. الفيلم من اخراج الم كليموف واللي حاول يخلي الفيلم واقعي لأقصى درجة ممكنة. معظم اللبس اللي في الفيلم حقيقي معظم الادوات اللي استخدمت في الفيلم حقيقية المواقع اللي تصور فيها الفيلم معظمها حصل فيها الاحداث دي بجد حتى ان التصوير كانوا بيستخدموا فيه رصاص حي ودي حاجة ما بتحصلش نهائيا في تصوير الافلام ولكن هنا في الفيلم كانوا بيستخدموا رصاص حي وكانوا بيستخدموا قنابل حقيقية. ومن بشاعة الفيلم واحداثه ولصغر سن البطل كان عايز المخرج نيومه مغناطيسيا طول مدة التصوير ويصحي ويفوقوا بعد ما يخلصوا الفيلم بحيث انه هو ما يفتكرش اي حاجة من ده كله ولكنه منفعش. ولان شكل البطل بيتغير جدا من بداية الفيلم وحتى نهايته صور المخرج الفيلم بالترتيب الاحداث لانه هو عارف اللي هيحصل للبطل في النهاية فما كانش ينفع بعد ما يوصلوا للنهاية يرجعوا صوره تاني في البداية فتم تصوير الفيلم بالترتيب. وجدير بالذكر ان المخرج هنا عمل اربعتاشر فيلم ده اخرهم بعد الفيلم ده ولاجهاده الشديد ولان الفيلم ده كان حاجة تقيلة جدا عليه هو شخصيا بعد ما خلص الفيلم قال انا ما عنديش حاجة تاني يقدمها للفن واعتزل. الفيلم من كتابة الاس اداموفيتش مع الام كليموف. مدد تصوير هو واللي صور معظم الفيلم بكاميرا محمولة. والموسيقى التصويرية من اوليج يانشينكو. الفيلم من بطولة اليكسي كرافيتشينكو في دور في اليورا. واللي قال عن تجربته في تصوير الفيلم ده ان هي كانت ابشع شيء حصله في حياته. وكان اثناء التصوير مع استخدامهم للزخيرة الحية بيقول ان في اوقات الرصاص كان بيعدي بينه وبين وشي سنتيمترات بسيطة. وقيل انه تأثر جدا بتصوير الفيلم ده باللي شافوا فيه وبالظروف البشعة اللي تصور فيها الفيلم فشعره بيض على نهاية التصوير. في بيلاروسيا سنة الف وتسعمية تلاتة واربعين. طفل بيلاقي بندقية تخص الجيش الالماني. بيقدم في الجيش عشان يحارب ويدافع عن بلده. امه بتحاول تقنعه بالرفض بس عشان اخواته وانه ابوه مش موجود. بس عشان كل الناس راحت الجيش هو عايز يروح. بياخده الجيش وامه بتعيط وبيسيب اخواته البنات وبيعجبه الجو هناك وبياخده صورة تسكرية للمعسكر كله. طبعا الصورة دي محطوطة عشان تبقى ترجت لينا عشان نقارن في نهاية الفيلم بالصورة اللي في اخر لقطة في الفيلم برضو. القائد بيقرر يسيبه في المعسكر راحتياطي وده بيزعله جدا وبيعيط وبيقابل بنت اسمها جلاشة. البنت دي كانت بتحب القائد وهي تقريبا مخاضرة بسبب الحرب والحب. القص بيشتغل اللي منهجمه في الثانية الغابة الجميلة. اتحولت لجحيم. بيرجعوا على بيته بيلقوا فاضي بيهربوا تاني دوروا على على عائلته اللي غالبا ماتوا. بتبتدي الصدمة بهدله تماما بيسيب جلاشة مع الستات في المعسكر وبيرجع الحرب. بيتجمع مع مجموعة كانوا اربعة مع كده مات منهم اتنين في حقل الغام. بيسرقوا بقرة وبيحلبوها عشان يشربوا اللبن. بيتضرب عليهم نار وبيفضل في اليورة لوحده. البقرة بتموت والولد اللي فاضل معه بيموت وبيبضل شغرهو. بيلاقي واحد مزارع وبيستخبى معاه عن طريق انه يدعي انه واحد تاني. بيجي قائد الماني وبياخدوا الناس وهو معهم. وزي ما بيجروا الحيوانات بيجروا الناس بدخلوهم حظيرة فاضية. بيقولوا لهم طلعوا الاطفال. فبيطلع. وبيولعوا فيهم وفي المكان. في مشهد من اوله لاخره سواد سواد حالك. بيشوف الحيوان اللي بيربيه الجنرال الالماني باصص كأنه مندهش من وحشية البشر. شعره بيض وشكله كأنه كبر مية سنة. من الرعب والبشاع اللي حواليه. وبياخدوا معاه صوتة اسجرية في المعسكر الالماني. وبنشوف تأثير بقى كل اللي شافوا في رحلته على وشه. وبيسيبوه شتاد بانسان. وبيمشوا. بيرجع لبندقيته اللي كان مخبيها. وبيصلحها بشاش طبي. وكأنها مجروحة. بتبتدي المقاومة تبقى اقوى. وبيبتدوا ان هم يدحروا الجنود الالمان. وتبتدي الاية تتقلب. المقاومة البيلاروسية او السوفيتية بتمسج جنود المان اسرة. الجنود الالمان دول هم نفس الجنود اللي ولعوا في القرية اللي هو كان فيها. فبيخبص عليهم. وبيقول للمقاومة ان دول هم اللي قتلوه هم اللي حرقوا. فبيقتلوهم كلهم. بتيجي لقطة بعدها للتاريخ. متصورة بطريقة خاصة بعد اسمها العدسة دي بتقدر تصور شخصين او حاجتين واحدة في جنب ده من الفريم والتانية في الجنب ده من الفريم واللي اتنين بيبقوا اين فوكس مع ان المسافة ما بينهم بتبقى كبيرة. فبنشوف في اليورا واقف بعد ما تنزعت منه طفولته وبرأته وانسانيته. وفي الناحية التانية طفل جديد لسه بيبتدي وداخل الجيش عشان يقاوم ويدافع عن بلده. الماضي والحاضر. بيلاقي صورة الهتلر مرمية على الارض ودي اول رصاصة بيضربها من اول الفيلم. بيفضل يضرب في الصورة بالنار وبتيجي فلاش باكس كده لمشاهد اللي السبب هابتدت الحرب والتعصب اللي عند هتلر واللي زيه وكل اللي ادى في الاخر ان واحد زي ده يفقد انسانيته تماما. وعقرب الساعة بيلف في الورا يمكن يرجع لفليورا برأته وشبابه. كل ده بيبقى يعني معكوس. وفي عقله هو نفسه يقتل هتلر الطفل اللي كبر ونزع منه هو شخصيا طفولته. بعدها في اليورا بيلفه وبيبص للكاميرا وبيبصدنا وبيبص للعالم كله في نظرة كلها انكسار. وحزن في نظرة هتطردنا للابد وبينتهي الفيلم. كام اند سي اسم الفيلم وهو مقتبس من جملة في سفر الرؤية في العهد الجديد وفيها بيقول عندما تم فتح الختمة الرابع سمعت صوت الوحش الرابع. يقول هلم وانظر كام اند سي. فنظرت فاذا فرص اشقر اللون والجالس عليه اسمه الموت والجحيم. في الفيلم بنشوف حبس الفلاحين في المخازن او في البارنز دي اللي هي المباني اللي بيخزنوا فيها او بتبقى زي او بيحبسوا فيها الفلاحين وبيولعوا فيهم. هم او الجنود هم او اي حد بيلقوه. ده كان سلوك شائع جدا لالمانيا وكانت بتعمله في الحرب ضد روسيا وضد دول تانية كتير. في بيلاروسيا تحديدا اللي هي بيدور فيها هداث الفيلم تم حرق ستمية تمانية وعشرين قرية بكل من فيهم. الفيلم ده من التحف السينمائية في التصوير. فبنشوف الكادرات في الفيلم ده ويستخدم فيها مدير التصوير الجولدن ريشيو او نسبة الذهبية. فكنا اتكلمنا عليها في فيلم الارض وهي نسبة بتستخدم في التصوير لنظرا لان هي بتخلي الصورة اجمل وبتوصل المعنى وبتقول للمشاهد يبص فين. فبنشوفها في كزا مشهد في الفيلم طوال مدة الفيلم. برضو الفيلم بيستخدم او كسر الحائط الرابع. في السينما ده معناه ان البطل يبص للكاميرا ويبص للمشاهدين وهم بيتفرجوا على الفيلم وهنا بتحصل في كزا لقطة اثناء الفيلم. سواء البطل نفسه او جلاشة البنت اللي بيقابلها. وتحديدا برضو في اخر لقطة في الفيلم. دي ختمة الفيلم لما بيبصلنا احنا. لان احنا الشاهد على اللي حصله. الفيلم برضو بيستخدم يعني نبقى فيه توازن في الصورة. يبقى دايما الشخصيات في وسط الكادر ويمينه زي شماله. ودي حاجة بيستخدمها مسلا مخرج ويس اندرسون كتير جدا في اسلوبه ولكن هي هنا نحطوطة لسبب. عشان تبين عزلة الشخصيات ووحدتها وضقالتهم في وسط الحدس اللي بيحصل حواليهم. برضو الفيلم بيستخدم لكزا سبب اولهم الحبسة ان الناس دي كلها محبوسة في الصراع ده وفي المكان ده. ثانيهم عشان يعظم ويركز على رسالته وعلى تأسير الاحداث دي على الشخصيات نفسها. لما يوريك وش في اليورا من اول الفيلم لحد نهاية الفيلم وتشوف على وشه وهي بتتغير وشه من وش الوش لحد في النهاية خالص كأنه راجل عنده سنة. الرسالة والاحساس بتاع الفيلم هيوصل لك كويس جدا. الفيلم مش بس بيستخدم بقى الصورة كمان بيستخدم الصوت. الصوت في الفيلم وكأنه شخصية معانا. اصوات الاشياء كأنها شخصية معانا بترعبنا اكتر من الاشخاص نفسهم. اصوات الدبابات. اصوات الطيارات. اصوات السريخ. اصوات كل شيء حوالينا. اصوات الرصاص طول مدة الفيلم الرصاص شغال. الاصوات دي كلها بتحطينا في حالة كده من الغماس. الغماس في الدراما بتحسسنا باليأس والخوف. وده اللي المخرج عايز ديوصل لهم. مفيش ثانية واحدة من الامان. الفيلم برضو بيستخدم بقى الادتين اللي فاتوا دول بزكاء في انه هو يتحكم في احنا نشوف ايه ونسمع ايه وما نشوفش ايه. فبتلاقيه وقت كتير بيختار انه يسمعك بس صوت الحاجة لان ده تأثيره عليك هيبقى مخيف اكتر. ليه? لان سبس صورة الخيالة كنت تتخيلها. ده بيعمله عن طريق استخدام الضباب او الظلام. واوقات كتير في الفيلم والازى بيحصل بيبقى مصدر الازى برا الصورة. قنابل بتقع والطيارة اللي بترميهم مش موجودة. الرصاص بيتضرب واللي بيضربه احنا مش شايفينه. ده ده بيحاجة بيعملها في الفيلم كله عشان ما يحددكش بحاجة معينة. هو بيوريك النتيجة لان اللي بيحصل في الحرب ان المصدر بيمشي والنتيجة هي اللي بتقعد. برضو على ذكر الطيارة طول الفيلم في طيارة بتلف حواليه في كل مكان. معظم كده في وسط بعد كم كم كل كم سيكونس كده تلاقيه راح جايب لك ايه? الطيارة دي من بعيد جدا. الطيارة دي بالزبط عاملة زي الموت والخراب اللي بيحوم فوق دماغه وفوق دماغ المدينة والقرية والبلد دي كلها طول الفيلم. لما بيبقى في واحد ماشي في الصحراء وهيموت او مجهد او معهوش مية خلاص هي مسألة وقت لو محدش انقذه او حد لقاه هيموت. فبتلاقي السقور بتاعت الصحراء دي الكبيرة دي بتلف فوق ايه. بتفضل ماشية وراه بتحجز تيكت في الجثة دي بعد ما تخلص عشان هناكلها. فلو ما جدش لفت من الاول مش هيبقى لك مكان بعد كده. هي دي الطيارة بالزبط زي كده. كأنها بتحوم فوق جثته اللي هو ماشي بيها لحد ما يقع ويموت. عشان تتغز عليه. وزي ما الطيارة دي بتطرده طول الفيلم. في حاجة كمان بتطرده. احنا الكاميرا. الكاميرا وكأنها بتطرده طول الفيلم. بترقبه. بتتجسس عليه. ده بيحطنا في حالة معاه في نفس المكان. لان الفيلم متصور بكاميرا محمولة. الكاميرا المحمولة بتبقى تقريبا على مستوى البصر. فكأن شخص اللي واقف بيطلع وبينزل وبيجري وبيتهز كأنك واحد كأنك بل الزبط بتستخدم الفي ار. الكاميرا المحمولة بتديك الاحساس ده. فاحنا دلوقتي معاه في كل الاحداث السواد الحالك اللي بتحصل معاه. فبنتحط بننغمس في الاحداث الفيلم ده من التجارب المرهقة بشكل غير عادي. زي فيلم اللي احنا كنا تكلمنا عليه وقلنا انه هو تجربة مرهقة جدا. الفيلم هنا برضو مرهقة اكتر بس اكتر. ليه? لان احنا دلوقتي بنشوف ده حوالينا في كل مكان. مش كلنا بنقابل شخص مضمن ومش كلنا بندمن. ولكن هنا كلنا بنشوف الحروب. كلنا بنفتح التلفزيون. ولو انت عايش في فلسطين فانت بتشوفها كل يوم في حياتك. فالفيلم هنا بيعيشنا في الاجواء السودة دي لدرجة بعد ما الفيلم بيخلص. هتلاقي نفسك بتقول لنفسك ده اصعب فيلم انا شفته في حياتي. وهي دي قمة الانتيور. الفيلم ده هو من افلام الانتيور. الافلام المعادية للحرب. مش بتمجد حد. لا بتمجد الكسبان ولا بتمجد الخسران ولا بتمجد المقاومة ولا اللي جايين يحربوهم. الفيلم بيقول ان احنا كلنا غلط. والن اللي بيحصل ده كارسة. نتيجتها هي نزع الانسانية من اجيال جاية. اللي بيعزز احساس ده طول الفيلم هو واقعية الاداء. لما تكلمنا عن فيلم قلنا ان الفيلم واقعي جدا. هنا بقى الفيلم ده بياخد الواقعية دي وبيطلع بها في حتة تاني خالص بقى. مش بس بيحط الممثلين في اداء واقعي. لا ده هو بيمسح بيهم الارض. رصاص حي بيتضرب حواليهم. خوف حقيقي في عنين الناس. بيرميهم في الطين وفي المية وبيسحلهم في الارض. مفيش ممثل. في عصرنا الحالي هيقبل ان يتعمل فيه كده. لكن هما هناك كان عندهم نظرة جريتي كده شديدة جدا للسينما. فعشان كده الفيلم خد الممثلين مرمطهم. عشان يطلع لنا في الاخر الناس شكلها بتمرمط بجد. بتشوف هنا في الفيلم كل ما بتيجي حاجة جميلة زي البنت جلاشة او الشجر او الغابة او الورد او اي حاجة حتى البقرة. اي حاجة من دول بتيجي فورا بتتصحق تماما. لا مكان لاي شيء جميل في الحرب. الفيلم بطريقة تصويره وبالوانه وبالموسيقى وباداء في اليورا نفسه بيحطنا في حالة كأننا في كابوس. الضباب اللي موجود بيحسسنا ان احنا بنحلم حلم وحش. ان هو هيصحى في الاخر وهيبقى نايم جنب امه كويس. ولكن للاسف الواقع مش كده. الواقع اسوأ بكتير من اسوأ كوابسنا. بنشوف على ذكر الكوابيس الجنرال الالماني. الكبير بقى اللي بيجي بالعربية الكابورليه ويبص عليهم وبيدي اوامر وكأنه بيتعامل مع عدم. فبنشوف هو بيقول احرقوهم وقتلوهم وهو يعني راجل متوتر جدا عشان حاجة واحدة بس الحيوان اللي هو بيربيه. خايف عليه جدا وصعبان عليه من الاسترس بتاع الحرب. الحيوان ده نفسه في حالة روح بغير عادي من اللي بيشوفه. وكأن لسان حاله بيقول هما البشر دول ازاي هما اللي بيحكموا الكوكب. هو اما هما بيعملوا في بعض كده. ازاي انا اللي زي هو اللي اللي بيتربى وحيوان صغير ضعيف. ودول هما اللي مسيطرين. وزي ما الحيوان ده مجبر يشوف. وزي ما في اليورة مجبر يشوف. احنا كمان مجبرين نشوف. طول الفيلم الفيلم ما بيبعدش عينه عن اللي بيحصل بيوريك. وبيجرك وبياخدك معاه. والفيلم معمول بطريقة ما فيهوش اي ملل. فيلم حلو جدا فعلا. فيخليك في حالة انت عايز تغمض عينك ومش قادر. الفيلم ده بقى كفيلم انتيور. ممكن يتحط معاه فيلمين تانيين في نفس القيمة. فيلم شندلر لست. وفيلم ابوكاليبس ناو. الفيلم ده هو الفيلم اللي شندلر لست مقدرش انه يكونه. لان شندلر لست ركز على الساسبنس وعلى الكارتونية بتاعت الشخصيات اكتر. عايز يطلع ابطال. وعايز يطلع وحوش. لكن العالم مش كده. الفيلم ده ما يتقارنش غير بابوكاليبس ناو. هم دول اعظم فيلمين للحرب في تاريخ السينما. الفيلم بيستخدم البيفور اند افتر. بيقارن لك طول احداث الفيلم. بيحطك انت انت اللي بتحكم. انت اللي بتشوف. انت الشاهد. فبيقول لك كام اند سي. بفور اند افتر. فبيوريك في اليورة قبل وفي اليورة بعد. بيوريك جلاشة قبل واجلاشة بعد. بيوريك البلد نفسها قبل. والبلد نفسها بعد. بنشوفه في المشهد بالنهاية لما بيقعد يضرب صورة هتلر وهو بقى على الارض. الصورة دي يقعد يضربها لحد ما الساعة تفضل ترجع 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 لحد ما توصل لصورة هتلر الطفل. اول ما توصل لصورة هتلر الطفل بيوقع في ضرب. وكأنه بيقول لك انه برغم كل اللي اتعرض له في اليورة وبرغم كل الظلام والسواد ده لان جواه ظهرت انسانية. لسه باقي. اسم الفيلم الاصلي كان كل هتلر. وكان المقصود هنا بان احنا مش نقتل هتلر نفسه. احنا نقتل هتلر اللي جوانا. هتلر اللي بيبرر للناس اللي زي هتلر ان هم يعملوا اللي هي بيعملوه. تحت مسمايات بقى كل واحد عنده التبريل اللي هو عايزه. كل واحد عنده الحكاية اللي عايز يقولها. ففي الاخر احنا كلنا جوانا هتلر نحية ناس معينة. نبطل نبرر للهتلر ده انه يعمل كده لان كده غلط في اي مكان في اي زمان ضد اي حد. كلنا بنشوف في اللعب وفي الافلام الامريكية ازاي الحرب اكشن وسوسبنس وثريلر. موضوع مش هوق جدا ومليان بطولة. مليان رجولة. مليان مجد. بس الحرب الحقيقية مش كده. الكلام ده هبل ولعبة اطفال وبروباجندا. فيلم كام اند سي بيورينا ايه هي الحرب. ايه هو الدمار والرعب اللي ما يتوصفش. ولا يمكن ايقافه. ولا يمكن مخاومته. الحرب ضمار وخراب. اي حرب. مهما ان كان اطرافها. في اي لحظة في التاريخ. مفيش حد بيكسب حرب. بتكسب اهداف معينة. بتاخد ارض اتاخدك منك او بتاخد ارض انت عايزها. بتفرض رأيك في حاجة او بتحكم. ولكن دايما في النهاية الخسارة اكبر من اي شيء. من بداية البشرية وحتى الآن حصل تقريبا من مية لتلتمية الف حرب. منهم متين وستين حرب كبرى. البشر وحتى هذه اللحظة اكتر شيء بنبدع وبنعبر وبنزدهر فيه هو الحرب. معظم الدقانيات اللي عندنا اتعاملت عشان الجيوش. معظم الايغاني الحلوة اتعاملت عشان تشجع جنود. ومعظمنا نشأ وهو نفسه يبقى مقاتل او جندي اه شجاع. اللي بيروح في الحرب ما بيرجعش تاني. هي اما شخص. هي اما انسانية. هي اما طفولة. هي اما براءة. الحاجة الوحيدة اللي الانسان مش ادري فهمها. حتى هذه اللحظة. وهو بيسرخ وبيشجع وعايز حرب. ان في الحرب كله خسران. هو من الافلام اللي هي لها تأثير وبصمة عملاقة في السينما. بس ما خدتش التأدير الكافي. لان هي جاية من بلد ما فيهاش السينما يعني ايه مش ضرورية او بالنسبة اللي بيحكموها. اتحاد سوفيتي ما كانش السينما بالنسبة له حاجة ضرورية جدا. وما كانش سمعته بره حلوة. فالفيلم ما تمش تأديره بالشكل الكافي. فالفيلم حصل على ثلاث جوائز. وبيعتبر الفيلم للنقاض كاعظم في تاريخ السينما معادي للحروب. والجمهور اختاره سنة 1985 كافضل فيلم في السنة. والبي بي سي قيمته كرقم تسعة وخمسين في احسن مية فيلم غير الناطق بالانجليزية في تاريخ السينما. وتقييمات الفيلم. على اي ام دي بي الفيلم مواخد تمانية واربعة من عشرة من عشرة. وهو رقم اتنين وتسعين في احسن متين وخمسين فيلم في الموقع. على متا كريتك الفيلم مواخد تسعة وتمانين من مية. وعلى روتين توميتوز الفيلم مواخد ستة وتسعين من الجمهور وتسعين من النقاط. وعلى الفيلم مواخد اربعة او ستة من عشرة من خمسة. وهو رقم اتنين في احسن متين وخمسين فيلم في الموقع. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. احب اسمع رأيكم في كومنتات. لو اجابكم الفيديو لايك شير سبسكرايب. واشوفكم في حلقة جديدة من ارتلاب. اشتركوا في القناة